السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الجمعة الثامن من شهر يولي 2022 أهم أخبار ألمانيا نبدأ أصدقائي بالخبر الأول الذي تتكلم عنه الصحافة الألمانية هو تصريح مستشار ألمانيا السيد شولس الذي صرح به يوم أمس عندما شارك بالبرنامج التلفزيوني للقناة الثانية الألمانية وقال فيه بأنه لا يستطيع أن يعيد بأن الحكومة الألمانية ستقوم بتخفيض جميع الأتمينة بجميع المجالات في ألمانيا وقال بأن الحكومة الألمانية ليست عندها إمكانية من أجل تخفيض والتحكم بالأسعار المرتفعة في ألمانيا وزاد وقال لا توجد حكومة بالعالم تستطيع أن تتحكم بالأسعار أو تنقص جميع الأسعار لكن هو وعد وقال بأن الحكومة الألمانية سوف تعمل كل ما بوسعها من أجل تخفيف الأسعار أصدقائي إما الأسعار الخاصة بالمحروقات بالغاز بالنفط أو حتى بعض الأمور لكن هو وعد بأنه سوف تكون هناك مساعدات للناس وستكون هناك مساعدات للشركات قريبا هو ما زال يتدارسها حاليا مع الحكومة ويتدارسها مع النقابات العمالية وقال بأنه يخطط أن تكون بالمستقبل بعض المساعدات التي سوف يحصل عليها سكان ألمانيا أو حتى الشركات الألمانية ننتقل إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية هو قضية المحروقات وقضية الغاز وقضية التدفئة وقضية الكهرباء الحكومة الألمانية وأيضا البرلمان الألماني وافقوا على قانون أنه في حالة قامت روسيا بقطع الغاز الروسي هذا الشهر على ألمانيا فإن ألمانيا سوف تقوم بإعادة تفعيل والعمل بإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق المفاعلات التي تعمل بالفحم أصدقائي وافق أيضا على الأمر بوندسغات الذي يسمى مجلس المستشارين وبذلك ألمانيا لو قامت روسيا بغلق الآن مثلا الأنبوب الوحيد الذي يربط ألمانيا بروسيا هو أنبوب نورد ستريم أينس إذا قامت روسيا بغلقه وهذا الأمر يقلق ألمانيا كما تلاحظون قلق لأن روسيا سوف تبدأ بداية من الاثنين المقبل بعمل الصيانة وهناك قلق في ألمانيا من أن روسيا بعد العشرة أيام للصيانة أن لا تقوم بإعادة فتح الأنبوب الآن ألمانيا قالت بأنها إلى روسيا بعد يوم 22 سبعة أنها يوم 22 سبعة لن تفتح الأنبوب فإن ألمانيا سوف تبدأ مباشرة بتشغيل الطاقة الكهرباء عن طريق الفحم أصدقائي أريد أصدقائي أن أعرف رأيكم هل تظنون بأن فعلا روسيا يوم الثاني هي سوف تغلق الأنبوب يوم 11 من شهر سبعة يوم الاثنين المقبل لأنها ستعمل بالصيانة هذه صيانة دورية وصيانة سنوية لكن أصدقائي هي يجب عليها أن تفتحه مجددا يوم الثاني والعشرين من شهر سبعة هل تظنون بأن فعلا روسيا سوف تفتحه أم أنكم تظنون بأن روسيا لن تفتحه أصدقائي هناك مجموعة من الأصدقاء يقولون روسيا لن تقوم بإغضاب ألمانيا أو لن تزيد الطينة بل وستقوم مجددا بفتحه يوم 22 سبعة هناك مجموعة من الأصدقاء دائما يكتبون لروسيا سوف تزيد الضغط على ألمانيا وسوف تقوم بغلقه وعدم فتحه من أجل زيادة الضغط السياسي على ألمانيا رأيكم أصدقائي هل تظنون بأن روسيا لن تفتح عليها جبهة ألمانية جديدة لأن غلق الأنبوب على ألمانيا سوف يكون تعامل آخر لألمانيا مع السياسة والوضع الحالي أم أنكم تقولون لا روسيا سوف تغلقه كي تزيد الضغط على ألمانيا أكثر فأكثر سوف نعرف أصدقائي إن شاء الله يوم 22 سبعة بإذن الله كما يقول إخواننا المصريين وإخواننا في سوريا إلى آخره يخبر النهار بفلوس وبكرة ببلاش أظن هكذا نعم إخواننا المصريين أسمعوا كثير في الأفلام المصرية أصدقائي نمر إلى موضوع آخر تتكلم عن مصحفة الألمانية هو الغلاء الكبير في أسعار مواد البناء في ألمانيا قلق كبير من هذا الأمر أصدقائي وهو ارتفاع كبير منذ سنة 1970 يعني منذ خمسين سنة كل شيء ارتفع وأصبح البناء في ألمانيا غاليا ومرتفع التمن أولا بسبب ارتفاع مواد البناء التي أصبح تمنها غالي وأيضا زيادة الطلب على البناء عدد كبير من الناس يرغبون أيضا بالبناء وأيضا قالوا بأنه ارتفاع الفوائد التي بدأت تفرضها البنوك يعني ارتفاع سعر الفائدة لمن يرغب بالبناء ويأخذ قرضا من البنك الآن البنوك تطالب الناس بإعادة يعني ترفع على الناس الفوائد وهذا الأمر زاد الفاتورة يا إما على الناس أو زاد الفاتورة أيضا على شركات البناء وقالوا بأن هذا الأمر سوف يؤثر على طموح الحكومة لأن الحكومة قالت بأنها ترغب ببناء أربعمائة ألف وحدة سكانية من أجل في السنة نحن نتكلم هنا في سنة قالوا بأن طموح الحكومة ببناء أربعمائة ألف وحدة سكانية للقضاء على مشاكل الإيجار وكي تكون هناك بيوت كثيرة وشقاق كثيرة وعمارات كثيرة قالوا بأن الأزمة الحالية والغلاء الحالي يمكن أن يؤثر على هذا الهدف الحكومي لذلك هم يطلبون بأن الحكومة تتدخل وتزيد المساعدة لشركات البناء وتزيد المساعدة والدعم أيضا لمن يرغب ببناء بيت أو ببناء شقة كي تستطيع الحكومة من تحقيق هدفها أربعمائة ألف وحدة سكانية لأنه صراحة هذا هدف رائع وأتمنى فعلا أن يتحقق لأنه لو تحقق فعلا سوف يخفف من أزمة السكن الكبيرة في ألمانيا نمر أصدقائي إلى موضوع آخر البرلمان الألماني وافق هذا اليوم بإجماع وعلى انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو العسكري وألمانيا تقول بأنها لا مانع عندها أن تنضم السويد وفنلندا بالعكس ألمانيا ترحب بها سوف يقوم أيضا بوندسغات مجلس المستشارين أيضا بالتصويت على الأغلب هذا اليوم وسوف يوافق أيضا وبذلك سوف ألمانيا كدولة لحلف الناتو تقول نعم لدخول فنلندا والسويد للحلف العسكري أصدقائي نمر إلى موضوع آخر تتكلم عن الصحافة الألمانية يخص اجتماع الدول الاقتصادية العشرين الكبرى عالميا هذا الاجتماع الذي شارك فيه أيضا هذا الاجتماع هذا اليوم كان مخصصا لوزراء الخارجية للدول العشرين الكبرى والذي يقام بدولة أندونيسيا تشارك أيضا في الاجتماع وزيرة الخارجية الألمانية السيدة بيربوك وقبل مشاركتها وهي كانت مستعدة لإلقاء كلمة كي توجهها مباشرة إلى رئيس وزير الخارجية الروسي لفغوف وتنتقده بخصوص الحرب في أوكرانيا لكن لفغوف غادر الجلسة وغادر أندونيسيا قبل أن تقوم السيدة بيربوك بإلقاء كلمتها هو ألقى كلمته في الأول اتهم الغرب بأنهم سبب حصول هذه المشاكل على حسب رأيه أصدقائي اتهم الغرب بأنهم يمارسون أيضا العنصرية ويمارسون أيضا الكراهية ضد كل ما هو روسي وزير الخارجية وزير الخارجية الأمريكي انتقد أيضا انتقد كما تلاحظون هنا أصدقائي وزير الخارجية الأمريكي قال لوزير الخارجية الروسي بأن أوكرانيا ليست ملككم يا روسيا وأيضا القيتخايد هو الشعير إلى آخر يعني ليس ملككم ليس ملككم فرد عليه وزير الخارجية الروسي وقال بأنه روسيا كانت تبحث عن التواصل وكانت تبحث عن الحوار لكن أمريكا هي من رفضت الحوار على حسب ما قال وأيضا قال بأنه روسيا لا تجري وراء أحد من لا يرغب بالكلام معها من لا يرغب بالحوار معها فهو المسؤول عن الأمر وقالت أيضا الصحافة الألمانية بأن وزيرة الخارجية الألمانية السيدة بيربوك كانت معدة لكلمة كانت ترغب أن تتكلم بها وتوجهها وتنتقد بها حقوق الإنسان وما قامت به روسيا من الحرف في أوكرانيا لكن قالوا بأنه وزير الخارجية الروسي كان يعلم هذا الأمر لذلك هو أنهى كلمته وخارج ورفض السماعة لكلمة وزيرة الخارجية الألمانية أيضا جاءت انتقادات كبيرة لأندونيسيا قالوا لأندونيسيا لا تقوم بدعوة وزير الخارجية الروسي أندونيسيا لا ترغب بخصام لا ترغب بصراع لا مع أمريكا ولا مع روسيا ترغب أن تبقى بالوسط ولا تدخل في صراعات سوف تكون أيضا في الشهر الحادي عشر شهر نوفمبر أيضا القمة التي سوف يشارك فيها رؤساء الدول أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يرغب أيضا أن يشارك فيها يضغطون على أندونيسيا أن لا تقوم بدعوة الرئيس الروسي ولا تسمح له بالدخول أندونيسيا الآن لا ترغب بعمل مشاكل مع روسيا بنفس الوقت لا تريد مشاكل مع الغرب وقالت أندونيسيا سوف ندعو أيضا الرئيس الأوكراني كي يأتي أيضا ويشارك بالقمة رغم أن أوكرانيا اقتصادها ليس ضمن الاقتصادات الكبرى العشرين في العالم لحد الآن ما زالت المسألة متواصلة آخر موضوع أصدقائي سوف نتكلم فيه وتناقشه الصحافة الألمانية هو اغتيال رئيس الوزراء السابق لليابان تشينزو أبي الذي قتل عندما قام أحد الأشخاص بإطلاق النار عليه عندما كان يمارس اليوم حملته الانتخابية هذا الأمر صراحة أزعج وأقلق وأحزن السياسيين الألمان لأنه كانوا يعرفونها أيضا مستشار ألمانيا السيد شولز نشر تغريدة على التويتر وقدمت عازيه لأسرة رئيس الوزراء السابق الياباني وأيضا قدمت عازيه لرئيس الوزراء الياباني الحالي وأعرب عن حزنه لما حصل أيضا أصدقائي السيدة ميركل المستشار السابق لألمانيا أعربت عن حزنها لمقتل رئيس الوزراء الياباني السابق الذي تشاهدون هنا في منتصف الصورة كان يتواجد أيضا بجانب السيدة ميركل وهنا جالس أيضا الرئيس السابق لأمريكا دونالد ترامب السيدة ميركل كانت تعمل معه وكانت تشتغل معه وأعربت عن حزنها وأسفها لما حصل أصدقائي هنا أيضا صورة للسيدة ميركل عندما كانت تشغل منصب مستشارة ألمانيا مع رئيس الوزراء الياباني السابق أصدقائي تم اغتياله أصدقائي هذا اليوم هنا تلاحظون في هذه الصورة عندما كان يعمل حملة انتخابية أصدقائي وسط الناس في اليابان جاء شخص دخل بين الناس وصنع سلاحا بنفسه هذا الشخص أصدقائي صنع سلاحا وأطلق تلقتين من النار على رئيس الوزراء الياباني السابق بعد ذلك ألقوا عليه القبض لا تعرف الأسباب التي أدت ولماذا قام بهذا العمل أصدقائي هم يقولون بأنه هذا القاتل هو جندي ياباني سابق أصدقائي هذه هي الأخبار التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية هذا اليوم شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء شكرا لكم